الكتاب المقدس بيذكر خطايا إسرائيل وبالتفصيل وبيتكلم عن الأسباب وما حدث وماذا حدث لهم بسبب الخطايا والنتائج لهذه الخطايا منها السبي الأشوري للمملكة الشمالية الأصباط العشر السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد ثم سبي يهوذة سنة 586 قبل الميلاد بل بالعكس نبو خد نصر دمر أورشاليم ودمر الهيكل أيضا نبوة المسيح عن الهيكل الرومان في سنة 70 ميلادي دمروا أورشاليم تدميرا كاملا ودمروا الهيكل وقشتوا الذهب من الحجارة ولم يبقى حجر على حجر في أورشاليم مش بس هي حتى في سنة 232 إلى 135 إليا أو هيدريانوس الإمبراطور هيدريانوس دمر أورشاليم بالكامل وبنى مذبح للإله الزوز فوق القبر المقدس وين المسيح قام من الأموات وضل هذا الشيء لفترة حوالي 200 سنة إلى مجيء قسطنطين وحكم وابتدى بالتسامح الديني وهي الأحداث كلها تمت يعني المفروض شعب إسرائيل شعب الله في القديم ومع كل هذا إن الله لا يساير الخطيئة بل أجرة الخطيئة هي موت أو كما يقول كتاب حاشلي الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطيئة فسواء الشعوب والشعوب المجاورة كل الشعوب المجاورة للأراضي المقدسة اتنبأوا الأنبياء إذا بتقرأ في نبوات الأنبياء كيف تم بيذكروا بعدة خطيئهم وبيذكر مين اللي راح يدمرهم وبيذكر عن وسيلة التدمير وبعض من هاي البلدان لم تقم حتى يومنا هذا ولكن مع هذا الكتاب المقدس يتنبأ عن مجيء المخلص الإعلان الكامل الشخص الكامل الإعلان الأخير الذي لا إعلان بعد هذا الإعلان الوحيد الكامل هو شخص ربنا يسوع المسيح بلا خطيئة الوحيد الكامل الوحيد اللي استطاع أن يرضي ويوفي مطالب الله اشتركوا في القناة